الحمد لله رب العالمين السلام عليكم اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم هناك سر من الأسرار لا يعرفنا عديد من الناس على الاستغفاء لأن الناس تستغفر ولا ترى نتائج أو تستغفر بدون يقين أو تستغفر بدون تحضير عقل أو تستغفر وهي تسري في الاستغفاء أو تستغفر ولا تدرك لماذا تستغفر أو تستغفر بعجالة بعجالة بسرعة بعجالة بسرعة يستغفر الإنسان بسرعة الاستغفاء أول شيء يجب تحضير العقل واليقين يعني أنت تستغفر وأنت تعلم بأن الله سبحانه وتعالى سيغير حالك بالاستغفاء تستغفر الله بدون تصرع نتصرع أستغفر الله العلي العظيم وأتوب إله مثال تستغفر وأنت لا تشاهد في تلفاز أو لا تشاهد لهواتف تستغفر ولا تتكلم مع الأشخاص تستغفر وأنت محضر العقل تستغفر وأنت متركز وتعلم أن الاستغفار هو مفتاحك تستغفر وأنت عندك اليقين أنا أستغفر وأعلم بأن الله سبحانه وتعالى سيغير حالي سأعطيني الرزق سأعطيني المال سأعطيني القوة في جساتين كل شيء بالاستغفار ما هو العدد؟ كما نقول يومياً ألف في الصباح ألف في الليل أو ألف مرة وراء كل الصلاة أو ألف في الصباح وألف وراء الضهر وألف وراء العيشة يومياً يتغير حالك وتخرج من أي مأزق كنت فيه أي مأزق أنت فيه تخرج منه بالاستغفار فقط يجب أن تركز وتعلم أن حياتك ستتغير بالاستغفار وتعلم أن كل شيء موجود في الاستغفار المتاع القوة الزواج الأبناء الجنة الدنيا أي شيء تريده وحتى العذاب تنجى من العذاب عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فقط تستغفر يومياً ولا تغير ذكرك لا تغير استغفارك دائم تستغفر ولو أنه يعجبك الذكر آخر أو تسمع على ذكر آخر يفتح الأبواب أو فيه شيء عظيم مثال عديد من الحين نسمع أن لا إله إلا الله هو عظم ذكر أريد أن أذكر لا إله إلا الله تربطه بالاستغفار أي ذكر تربطه بالاستغفار مثلاً تقول أستغفر الله العلي العظيم وأتوب إله لا إله إلا الله أو تقول لا إله إلا الله أستغفر الله العلي العظيم وأتوب إله دائماً الاستغفار أستغفر الله العلي العظيم وأتوب إله اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمه دائماً تربط الاستغفار حياة كلها هذا هو اليقين هذا كل شيء أتمنكم الخير وإلى اللقاء لَا إِلَهَا إِلَّ اللَّهِ 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 لَا إِلَهَا إِلَّ اللَّهِ